90 دقيقة 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 معناها مدينة رادسة؟ وهذه يجي يقول لك يعطينا بالتفصيل طيو انت كي يجي تقول لي مليار وقود سيارات المجلس شو هذا؟ شو هذا معناها يعطينا تنتي طولة معناها احنا اول شي الساعة بدينا كما تشوف معناها من مارس وخرجنا فهمتني في عطلة البرلمان وتزيد اليوم تحطلي احنا اليوم ثم تقشف معناها انت تحب تقول في سياسة تقشف مفروض ما نتحطوش مليار الميزاني مش بلعي في سياسة تقشف احنا اليوم سياسة تقشف مختارناش باش مكنا تكون سياسة تقشف مفروض علينا ذول اي اي صحيح فرضت نفسها سياسة تقشف واليوم احنا لمزيد الشفافية والوضوح وانو فهمتني ديما احنا كي نحكيه سيد رئيس البرلمان معناها ديما باش يحبوه برلمان هابط مسماء ملكة ما تتكلم مش ما تتكلم ماما ما يزمش تنقد ما يزمش تحتج لا ما كاش تولي يشبهوك بالبرلمانة السابقة يا اخويا احنا اليوم في اطار انو شفافية والوضوح وفي اطار انو لغى الناس معناها تعاني معناها تحط لي مليار وقود الصيانة صيانة شنيا سبعمائة واحد وسبعين مليون مصاريف التنظيف معناها سبعمائة مليون شني يا اخوي اللي نكيت عننا احنا قادي جرايد جرايد اللي قلت انتي مرة في رقاء سعو في انها ما فاماش انو سفاماش فاماش فاماش برمبي الميزانية المخاصة للجرايد مئة مليون مئة الف دينار للجرايد يا لندرا اليوم وتخط لي عشر مليارات وربعمية ام معناها تأجير تأجير النواب ملش عارفين هما يا لندرا العشرة مليارات هذومة على الحساب 10 مليارات وخمسمائة وربع ورابعين ألف تأجير النواب اي معناها هذومة تأجير اعظام السنواب 10 مليارات وخمسمائة مالاش عارفين يالندرا الحساب اللي عاملوا على 217 كما كان قبل وإلا الحساب اللي موجود على 161 نايب والي احنا طوي ك 150 نايب وفم معناها ميزانية ثم أجور ربما مايش معروفة لشكون بطبيعة مايش عارفة تأجيل ععضات دواوين 653 ألف دينار انتي تحب تقولي سي بنزينة باليوم ثم أجور مرصودة لنواب لكن مايش موجودة النواب منعرفش أنا أنا سمحني سمحني طوي نجيب نجيب كونتابيليتي معايا ونجيب كذية باش نحسب احنا روه مناقشة الميزانية مايش هكا تتناقش الميزانية مش هكا هديه في الغطة معناها حطة جلوبال ماهو انتي فصر وحدك وكل فامناهو قابلة للتأويل وقابلة فامتي كذية اعطينا الساعة انتي سيارات اللي موجودة في المجلس اللي انتي خصصت لهم 950 ألف دينار وقود مليار تقريبا مليار اعطينا عدد السيارات وش كون يستعمل في السيارات هذية وفاناوي طهر يستعملوا فيها مخي تواحنا في بدي السيارات هذية تخرج معناه لكانت روح الناس لديارها ويجي معناه نخاصلها ثماش كون زيدة طالب في خيضامة ذي من نواب بمنحة سكن تخلينا هذا ما طالب نيش هتونا نجيك منحة سكن هذية شوف شوف شفت المغالطات يظهر لي الهنا ثم حيفة كبير على السادة أعظامس نواب الشعب طوال مرة الأخرى يظهر لي على المنحة متاع الالف ديناري 3 شهور قامت القيامة راهوا أنا من المنبر هذا حتى نيب من نواب مطالب بها المنحة مليش كون لا لا هني سمحني عاد هني نكلم فيه كوم المنبر قلتها روح في البرلمان يظهر لي كان ترجع لتدخل التعي في اللجنة نهار سبت قلت راهوا قدام رئيس البرلمان وناس كلها تسمع قلنا راهوا حتى نيب مطالب بتسعى بالمليون وقلنا العصاء وتهرسلنا وكذا وقلت محتش عندهم خدمة في الاعلام والناس إلا فمتي الملحم تاع الالف ديناري للنايب عبارة النايب هو العدو اللدود للشعب بالعكس نواب جاية معناها من من الجنوب ومن الشمال ومن الشمال الغربي ومن الوسط وناس فمتي كارية ثم ناس معناها كارين في الديارهم غاديكا فمتي كارين العائلات ومزيد لهناها جاي كاري ساكن لهناها ويخلص معناها الزوغ هادي ويخلص هناها ومصاريف ومعناها وفي الاخر في الاخر احنا لطالبنا احنا طالبنا في إطار تحسين وضعية النائب اليوم النايب يركب على حسابه معناها بطاقات النقل مثلا ماش النايب حتى ستيله بش شرية شرية ما نجيبه معناها اليوم ميزانية تشوفها معناها بالطريقة هذية النايب ما عندوش مساعد بش يساعده بش يقدم انا كي نلقى اليوم فانتي سوز مليارات في الميزانية انو فامتين بش غير المو معناها مش محطوطين للنواب ما فاما شي ما فاما شي مينح ما فاما حتى شي فاما الصيانة تم جنينا مش تتصلح بسوز مليارات اخي احنا طول اليوم ثم خمسين حاجة فانتي تطالب الإصلاح اولوية واولوية واللي مشي السيدة اللي مشي الدفور اللي بعثه سي رئيس المجلس سي إبراهيم بودربالا مشي التفاوض مع السيدة وزيرة المالية هو روى الميزانية نقصة حوالي 20 مليار هذيك عليش انتقدت انتي رئيس البرلمان سيد إبراهيم بودربالا وقلت انه يتفرد برايو وياخو قرارات دون العودة الى النواب سحيت وفعلا هذي هذي الواقع سيد رئيس المجلس انتي من الويب اللي امضاو على العريضة لسحب الثقة من ال شوف شوف هاني جاي مفهماش عريضة لسحب ثقة اذا الدخل معنا ثم مفهماش عريضة لسحب ثقة شوف ثم أصوات من برا تنادي بحل البرلمان ثم أصوات تنادي لبرا هذو مشكونهم الناس هذوما هذوما بنسبة 90% الناس اللي ترشحت ومنشحتش بتبيع بشبكة ينبر على البرلمان ثم ناس تنتقدك على انك ترشحت على دستور 25 جويل وثم ناس هذوما ثم عريضة سحب ثقة هني جيتك ثم التفكير الجدي وبدنا ناخد معلها هو تنقيح النظام الداخلي النظام الداخلي اللي اعطاها للسيد رئيس المجلس ونائبه سلوحية لمدة خمسة سنوات واليوم السيد رئيس المجلس كي اعطيناه ما كانش حكاكه يتصرف راو كي اخذيها واحنا وخيين وانا اخوكم وانا منكم وانا وايليكم وانا واعدش وانا وايلينا وتولى وعلينا وتفرد بالرأي واحنا نلبسه الجبه اللي خيطه هو ونتحاسبه خدام الشعب والسيد ما يعطيكش حد شيء معناها اليوم اهنا ما يعطيكش حد شيء ما يفسر لكش معناها ما يعطيكش معلومة ياخو قرارات وحده حتى المكتبة اللي معاه ما نعطيش كيفاش يتصرفه وفهمتني ماني شو اهم هو بطبيعة كيما في كل بلايس ثم نواب اللي هوم اقراب منه ثم نواب مش اقراب منه احنا اليوم كنا يجيهو ستة مئة وخمسة وسبعين الف دينار حاتينهم ميزانية على انه وفهمتني للانخيرات في البرلمانات العربية يش نيه معناه؟ وفي الاخر معناه احنا نتقوا فهمتني نعرفو النايب يظهر لي ومش كان النايب اي وزير وقلي واحد ياخو فهمتين مئتين دينار كي مش يخرج البره يعني انت كدش بيتخرج في الحام من بره النايب وش نيه ستة مئة وسبعين الف دينار وحتى الخارجات اللي خرجهم ما نعرفوش تو انتي على ناوسيس تخرج عبد القادر بنزيني مثلا على خاطر قريب منك وفي رحابك انتي هو قعد يعملهاك رئيس البرلماني يخرج في النويب هاو نحكي انا في المنبر لا لا هاني حكيت لك انا هو تو يجيه يعمل في السياسة تفرق تسود انتي فانتي ماكش معايا ما نحيك على جهة وانتي فانتي دي جاه ويجاوبني في الاخر الجلسة نهارته اللي تكلمت انا انا الوحيد اذكرني بالاسن قال فانتني راهوة سعب القادر بنحبوش اك الصورة النماطية للمجل السابق شنية المجل السابق مجل السابق على روحه بقوانين اخرى بدستور الفين ووربعتاش احنا اليوم بدستور خمس عشرين جويليا اليوم فما كل حد يتحمل مسؤوليته كل حد يتحمل مسؤوليته مش انك فانتي تحب تعمل اللي يظهر لك متنجمش تعمل الظهر لك وما نخليوكش تعمل الظهر لك عبد القادر انت تحدثت على نقطة مهمة واختيرة برشا في رأي انه ثم نواب يعني موالين لرئيس البرلمان اذاك عليهش يخرج فيهم ويبعث فيهم ليه البعثات خارج انا 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 في اعتقادي اعتقاده جازم على انه السيد رئيس المجلس الساعات تشوفه ثم احتقانه ثم وهو متسبب فيه متسبب فيه سيد رئيس المجلس نظرا لانه يتبع في السياسة اه بالمكيالين انتي فمتي مكش معايا ضدي انتي فمتي كذا اليوم عديد المرات السيد رئيس المجلس يرفع مش حتى يرفع الجلسة راه يقوم من البلاسة يتنرفز يقوم يدخل بيرويه وخلي النواب غادي هذي يسار يذهلي في الزيدة جلسة يعني المصادقة على مشروع قانون التطبيع يذهلي شوف والله فيه برشا كلام راهو قانون تجريم التطبيع فيه برشا كلام وفيه يمكن انا باش نعطي كل حد نعطي حقه وما نحب نظلم حتى انسان هو انه السيد رئيس الجمهورية كبدأ لكلام على قانون التطبيع انتلق من المجلس وانا في بداية الجلسة جلسات هذو ما بدأنا نحكيه على قانون التطبيع هو انه قلنا راهو القانون كما هذا موش قانون عادي هذا راهو يدخل في سياسة الدولة الخارجية وراهو قانون لكان فيه معناها القوانين سابة للحرية يلزم ناس من اهل الاختصاص ويلزم فيه تروي كبير ويلزم من فيه السرعة في اخذ القرار وفي الحماسة اللي في غير محلها وذي كنا توجهنا به للسيد رئيس المجلس ورئيس المجلس سمع الكلام هذي عبارة ما سمعوش واتمادى وتواصل في انه تقع جلسات الاستماع وجلسات منامل اللجنة اللي مكلفة بالامور هذية لكن ومن بعد انه زاد عمل جلسة اخرى وعين موعد اخر ولو كان اليوم يقول القائلة هذا سؤال يطرح نفسه كان جاء سيد رئيس الجمهورية يدخل في المجلس سمحني كان جاء رئيس الجمهورية لا 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 سمحني مش نشكك مش نشكك ثم حقائق مش نعطيه هاو قال فما زوز جمهورية كنوشي لا لا سماء ايهي انا جيتك انا جيتك بي فما فما كلام يستاهل بينه وكلام بينته منه فيه موجود باش ما نضل المحتة حتى كان زاد سيد رئيس الجمهورية باش يدخل في البرلمان راو من اللول ما موقعش فيه الحوار وراو من اللول زارت مشاكل وراو كذا وراو ما موقعش الحوار احنا الهناء نحب ونفهمه شكون دخل شكون شكون دخل شكون يلا ندراه السيد رئيس الجمهورية قيسعيد هو اللي تلب بودربالا واتلب منه باش القانون ما يتعديهش وقاله سيد ابراهيم بودربالا هو اللي تلب رئيس الدولة وحشره في الموضوع هذا انا نأكد لك من المنبر هذا وبشهادة قادر هو زادة مش راو موجود موجودين هو فيه برشا كليام وفيه اللي سارة ومختر على الاخر مختر على الاخر على انه وانتي اللي تقول فيه هذا مختر لا لا مش مختر انا نقوله حقيقة شوف ما نحبوش كل حاجة مردوها مختر وسؤال خطير اسمعني ما نحكيلك انا حقيقة انتي توقعت قولي الي ثم تشكيك حقيقة اللي صارت اللي صار هو انه سيد رئيس المجلس إبراهيم بودربالا اتصل بالسيد رئيس الجمهورية وقال له وراه وفهمتني احنا توا في اطار تمرير القانون وراه وفهمتني كذا سيد رئيس الجمهورية شنو قال قال له بالنسبة لأنا وانتي رجعت جي تشاورتني راهوا القانون هذا ماذا بيكم تستأنسوا بالفصل ستين سمعني نكلم فيه كرة واذا يبقوا حضورة ليحكي عليهم هو ومش كان ثم مساعدة رئيس المجلس اول شي الساعة سيد رئيس الجمهورية سيد رئيس المجلس يمنع عليه منع بيت ان يحطوا البرلير والناس تسمع واذا يفهمتني المجالس بالامنات ومش كان النايب نايب رئيس المجلس والنايبة حتى مدام شادلية اللي موجودة غاديك موجودة عام ومش من حقك يا سيد إبراهيم بودربالي يا سيد رئيس المجلس انك تفشي اسرار ولو حتى فانتي دارك لا ما بينك وبين فانتي السيد رئيس الجمهورية انتي رك عضو في المجلس الامن القومي غضوة معناها انتي تخرج تحتي تفشي اسرار اخرى متاع الدولة تونسية معناها والجيش والامر حاضرين احنا نحكيه واليوم انتي ما طلبش منك السيد رئيس الجمهورية انك باش تتصل به وكان جاء حاس وباش القانون ما يتعداش اراه اراه ما نقبل طلبك انتي طلبته ولو لنهارة قال لي احنا نعديه في القانون شوف شو قاع وقاع معناها تشكيك في مزدقية سيد رئيس الجمهورية وقاع تشكيك معناها مشينا في انباس ولاينا احنا فوت كيلام ولا يدور شوف نائب سيد عبد القادر اما احنا نعرفه اللي ابراهيم بودربيلة هو موالي لرئيس الجمهورية ومعه ما صار خصوصي جوية شوف تشكيك انتي في الحكاية بسماعني سمعني شوف السيد رئيس الجمهورية كان واضح وقال النسو كنا موالين لتونس ما فام حتى حد موالي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بيدو لكن سيند رئيس الجمهورية بيدو موالي لتونس ورئيس الجمهورية بيدو كاخذاء قرارات في 25 جوية اللي قال اخذيتهم وحدي لشاور لعبد القادر بن زين ابراهيم بودربيل رئيس الجمهورية شاف انه البلاد مشات في التوجه كذا هو في تقديره انه يلزم يعمل العمال هذيك وينقض البلاد عملنا دستور بتاع 25 جوية الناس ترشحت معاها وكل انسان تحملوا مسؤوليتنا سواء نجحنا ولا فانتني اللي قدر اغرقنا انا احنا متحملي وعليش انه فانتني اليوم قولوا فانت فليها الموالي فماش واحد موالي الناس كنا موالين لتونس فماش موالي اما فما حقيقة ينزم نقولها هو يقولها في بلاتوية قبل ما يولي رئيس البرلمان سيبراهيم بودربيل لكن حاضر عن مسار 25 جويل ويتحدث باسم المسار وغيره معنا اليوم شنو معناها المسار والله اللي فانت احنا قبل كانت سبعة نوفمبر مسار سبعة نوفمبر تو مسار ما تفماش حكاية مسار 25 جويل ثم الموالي سمحني سمحني يقتل غالية ثم مصلحة البلاد ثم مصلحة تونس ثم لقطة فارقة في الدولة تونسية ثم منعرج اخر اخذاتو بتوجهات اخرى بدستور اخر بي فابتي كذا احنا اليوم مش تم ناس موالية ثم ناس غير موالية رأوا احنا اليوم يلزمنا النجح بلادنا مش حكاية موالية ولا مش موالية هاو اليوم هاو نحكي لك انا مثلا السياسة اللي وقعت من اللول اخي انت هاي ناس كلها تنادي رأوا السببان هو لي صعيب اما انك معناها تولي تتمسح للسلطة وتولي تشكر وتولي كذا واحنا برشا ناس نعرفها كبال 25 جويل يا بنهارش كان يحكي على المسار وعلى قلبي وسبب منحبش نحكيها المسار فماش مسار ثم التوجهات كاملة انت عبلت كاملة ثم التوجه وثم استفتاء وقع ثم استفتاء وقع انه صوتت عليه الناس وثم دستور اليوم يجب نعتمدوه ماذا معنى بودربالة رئيس البرلمان تعمد تعمد اهراج رئيس الجمهورية شوف شوف انا مانيش جاي نحكي لهنا على سيبراهيم بودربالة انت سألتني في موضوع سيبودربالة 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 قبل كل شي هو زميلي نايب وعنا كنختاره رئيس برلمان هو بش عنده وظيفه المعين اليهي تسير الجلسات بش يكون امر بالصرف بش يكون فابتك هذا يا رسالة صحيت هذا يا دور رئيس البرلمان انك تخطئ تخطئ تتحمل مسؤولتك اخطأ ربما اخطأ اخطأ في حق شكون اخطأ في حق نفسه درجة اولى وفي حق البرلمان وفي حق رئيس الجمهورية تعمد تعمد من عشت عاد والله اني ات انا فهمت وكان جيت نوحي راني ما تجينيش لاني راني عامل جبها قضرة وواحد وراني نوحي وراني سبحة وراني نتقز ما نفهم مش تعمد ولا مش تعمد انا ديما نحكي حقائق شوف النية ما يعلمها كان ربي انا نحكي حقائق انا قلت لك ثم كلام يساءل بينه وكلام بينه منه فيه سيد رئيس الجمهورية كان جي عنده اعتراض على القانون راو من لول قال لا وراو نسمعنا اما انو كشكون وراو هو تلب سيبو درباله تلب ما هو تنتحب عالشهود سيبو درباله عاو سيدي تزوز اللي موجوديني معاك والطرف الثالث اللي هي موجودة معاك ونورمال مونتي ما تحطش معناه وهذا يمكبش فيه انا انت تلبت ما تلبش منك سايبش داخل البرلمان وما سمعتش انا ادخل في البرلمان من اللي بديت كان وليا ادخل سيد رئيس الجمهورية في البرلمان تو نستقيل انا واحد من الناس البرلمان وظيفة تشريعية مستقلة بذاتها منتقبة من طرف الشعب التونسي ما نابش واحد هو شو اللي يقع توا شو اللي يقع هو بما يسمى بيضارب المسار هو خلق فتنة وخلق قطيع ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لا لشي للإفشال المسار برمتي هي وانا ديما نحكي على المسار خطيق انتش بات على المسار انا خلق كحده مسنواب لكان فهمتني انولي انا مقصي من نجمش نوصل اشكال في منطقتي في معتمديتي في ولايتي ونناقشوا مع السيد الوزير ولا السيد الولي انه فهمتني ونحضر ونحلح للمواذيع معنا تحبوا معنا تخدم وحدكم وبعد كيف نفشلوا الناس كنا تحملوا المسؤولية انا كيفاش نشرع قوانين بشرع قوانين انتلاقا من معينتي للمشاكل اي باش نولي خطر ديما انت كيفاش نحاربوا الجريمة نخلق قوانين جريمة تطور القانون بتطور الجريمة تطور القانون بتطور الجريمة انا لك انا انت تبعدني وتسكر عليها في قبة في البرلمان ونخليك انت تردع وحدك الله واعلم انتوني تكسي وها كان وزير ولا والي ولا معتمد ولا غيره احنا رانا منتخبين من رحم الشعب ما فمر حتى انسان عنده الشرعية في البلاد هذي معه ده رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب منتخبين من طرف الشعب وعلاش منتخبين من طرف الشعب احنا باش نكون وعنا السلطة الرقبية والسلطة التشريعية بقوانين انا فهمتي تخدم البلاد التونسية باش كيف ننجح الناس كل وانتوش نفشلو نفشلو الناس كل ومن بعد ما نجيش نقوله هذي المسار وهذي بهمتي كذا احنا اليوم اللي قاعدين يشوفوا فيه ثم تحول جذري ما بين العلاقة ما بين السلطة التنفيذية وسلطة التشريعية لمستوى مجلس نواب اللي يمكن كان تقبل الناس تعطي في صورة مغايرة لسيدة الجمهورية والسيدة الوزارة اللي يمكن جاءونا للمجلس وحكينا معاهم واتفاعلنا معاهم وورينا اللي احنا منفتحين على جميع القوانين ونحبوا المرحلة هذه تنجح بمعناها بيتم تميمها اليوم تغيرت العلاقة واليوم ان شاء الله تكتمل ثم يمكن الحركة عديد الولايات وعديد الولايات اليوم الى حد الان بلاش ولات ثم ولات اخرين اليوم ما نجحوش في الولايات امتاحهم اليوم احنا عنا ثيقة في تقييم سيد الرئيس وعنا ثيقة في السيدة الوزارة اللي موجودين رأوا النجم اليوم ما فشلتش في الوزارة الفلانية لكن ننجح في البلاسة الفلانية وما ننجحتش في الولايات الفلانية وننجح في البلاس الفلانية هذا مش معناها القرآن منزل يلزم معناها سورة تبت يعدها تبقى كما هيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك النائب عن كتلة الأحرار سعبد القادر بن زينب شكرا لكم ناس كل اللي تبعتونا من نص نهار حتى الماضي ساعة ونص رجعنا على معظم الأحداث شكرا لك من ناس كنت معنا في الإخراج يهبوا إيمان في الإخراج الرقمي في الأعداد وسامة صافي شكرا لكم ناس الكل غدا ترجع لكم إن شاء الله زميلتي خلود مبروك من وراء الميكرو مرسيت أجمل تحية فيزر عرفيوي مرسي بكو